بعد أن عاثت فساداً وعذبت وقتلت العراقيين بدم بارد على مدى سنوات تعمل اليوم على أن تكون في منطقة شرق الفرات بسوريا بديلاً عن القوات الأمريكية التي ستغادرها هي شركة بلاكووتر الأمريكية التي تشكلت من مرتزقة قتلة تستأجرهم من كل حدب وصوب تحاول إقناع واشنطن بأن تأخذ مكان القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا وبحسب مؤسس الشركة إيريك برينس فأن القوات الأمريكية في سوريا يمكن استبدالها بمقاولين عسكريين من القطاع الخاص يحلون محلها كذلك قدم برينس وهو الخبير السابق في سلاح البحرية الأمريكية ومؤسس الشركة التي تورطت في قتل المدنيين في العراق قدم عرضاً في تصريحات له لكسب الصفقة التي يعمل بجد على رسم صورتها النهائية مفاده أن تكون مرتزقته الذين سماهم مقاولين عسكريين الحامية لمن وصفهم بحلفاء واشنطن في سوريا ويقصد الميليشيا الكردية كما ستأخذ هذه المرتزقة على عاتقها مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا بعد مغادرة القوات الأمريكية إيريك برينس ذهب أبعد في ترتيب أجندة أعماله المستقبلية في سوريا بتأكيده وجوب مغادرة القوات الأمريكية سوريا وفي تبريره أهمية وجود قواته المرتزقة فيها بداية تحدث برينس عن عدم وجود التزام استراتيجي طويل الأمد للولايات المتحدة في سوريا لكنه استحسن في الوقت نفسه أن لا تتخلى الولايات المتحدة عن حلفائها في سوريا الذين يخوضون حرباً ضد الإيرانيين والسوريين وبذلك تفتح الطريق أمام مرتزقته من القوات للدخول إلى سوريا بدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية علاوة على ذلك لعب مؤسس بلاكوتر على حبل يدرك تماماً أنه بغاية الأهمية لدى الإدارة الأمريكية الحالية وهي التكلفة المرتفعة لنفقات الجيش خارج البلاد وقال إن التاريخ الأمريكي مليء بالشراكات العامة والخاصة ولا ينبغي أن يكون الجيش ذو التكاليف المرتفعة في الأماكن التي يمكن للقطاع الخاص أن يكون فيها بحسب رأيه ويأتي عرض إيريك برينس لقوة من مرتزقته في سوريا في عقاب اقتراح مماثل نال موافقة مبدئية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخسخصة القتال ضد حركة طالبان في أفغانستان فهل يقبل ترامب اليوم عرض سافكي الدماء لأخذ مواقع قواته في سوريا؟ ترجمة نانسي قنقر